مرحبا أنا اللوبان أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلة اللاين اليوم الفيديو طبعنا بطاطا وجز بطاطا كتير طيبة كتير مناسبة للمعزايم بس تعلمتي عليها بديك تنسي نهائيا موضوع الألي بطاطا سهلة تحضيرها ما بيأكل أكثر من خمس دقايق المقادير خمس حبات بطاطا وسط معلقة كبيرة طحين ثلاث ربع معلقة اتنشا معلقة صغيرة ملح نصف معلقة صغيرة بهارات بطاطا ربع معلقة صغيرة فلنفلة حمراء لازم تكون نعمة ربع معلقة صغيرة توم بودرة زيت مازولا للصينية ومشان تهنوش البطاطا أول شغلية ببلش فيها بحد الأموري بحث معلقتين زيت مازولا بأرض الصينية وبدهنة ممكن تستعين بفرشاي او تحرك الصينية بطريقة مدورة وتغطيك للأرضية هلأ جبت كيس من كاس المونة حطيت فيه البهارات وخلطتهم بالنسبة لموضوع التقطيك قبل اقطع الحبة اربع اربع بس بعدين صرت اقطعها اكتر لاني صرت احبة اراء هذا الموضوع انتي بتتعودي عليه بس بلاشت تعانية وتجربية رح تلاقي انه انتي صرت بتحبية هيك بدل هيك بالنسبة للفلفل الحمراء انا ربتها تكون انعم من هيك بس انا اللي عندي الفلفل خشنة ولي عندها اطفال صغار رح يحبوا هذه البطاطا ممكن تستغني عن هذه المقدار هلأ حطيتهم بكيس نفقت الكيس وحركتهم هي اسهل طريقة حتى انه انتي تغلفي فيها اي شيء فطيتهم فرد مرة بالصينية الصينية لازم تكون تيفال هي كتير مهمة صينية الألمانية وما بزبط ابدا فيها الموضوع او انا هذه الصينية اللي هي ميت فال بس بعرفة انه هي ما بيلزق فيها اي شيء مثلا اذا عملت فيها بيتزا ما بتلزق فهي الصينية كتير مناسبة حطيت معلقتين زيت فقط على الوش مو اكتر حطيتهم بالفرن على درجة حرارة عالية كل ربع ساعة بتقلبيهم لا يزم ضروري هالموضوع تحاول تقلبيهم على الوش اللي هو ما اجا حرارة بتغمسي الشوكيب بتوقع صغيرة اذا لقيتها استود كافي ممكن تاكن من نص ساعة ل 3 ترباع الساعة حسب الفرن وبتكون جاهزة للتقديم بطاطا كتير كتير طيبة انا بالعزايم اكتر شغلة بيسألني عليها هي هالطريقة سهلة بسيطة ما بدا سلق ما بدا اي شيء البهارات ممكن تحكم فيهم على كيفك اما الفيديو الجاية رح يكون ساموزة كفية عجينة كتير حشة مرة اكتير مع حشفة مميزة باي باي اشتركوا في القناة